خلصنا كابتل رضا وحنروح لواحد تاني ما كانش من ضيوفنا الدائمين وما كانش في خاريطة الاهلي خطة احمر ولكن هو اللي جاء اسلام صادق كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم ما كانش هو الهدف من الفقرة ولكن كنا بنتكلم في فكرة ان النادي الاهلي بياخد موقف محترم فيما يخص عدم التفاوض مع لعاب الزمالك على لسان مدير التعاقدات عنده وبشكل رسمي من النادي الاهلي وقلنا ان الاعلام على المستوى الآخر اسلام صادق وغيره كان بشكل عام بيصدر ازمات للنادي الاهلي ونادي الزمالك وبيقلع تعصب بالنرغم تصريح النادي الاهلي طالع بيقول النادي الاهلي بيكلم اوباما وزيزو وغيرهم 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 وقلنا ان ده غلط وان ده بيقلع تعصب بين الجماهير مع ان الناديين مش محتاجين ده وبنرجع البعض يتهم غيرهم بالتعصب كان رد إسلام صادق غريب جدا فحبينا نوجهه لرسالة أو يمكن درس النهاردة وهي حاجة بسيطة كده نتمنى يفتكر نطلع ونشوف الأول هو قاله خلي بالك لما بنقولك على مفاوضات المفاوضات ممكن تتم بشكل كبير أو بتكون وقت ما احنا بنقول بيكون في مفاوضات وبنكون متأكدين جدا من الأخبار اللي بنقولها يعني مناش بقى علاقة بأن ممكن حد يطلع يشاكك عشان مصالح معينة زي ما قلت لك قبل كده ده مش في دماغنا برامج معينة في قنوات معينة برضو لها أهداف معينة سواء تبعين للأهلي تبعين للزمال كل الكلام دوت ما بيكونش في دماغنا برامج يعني ممكن يكون حد بيسترزق من مكان معين فبنسيبه يعني يقول اللي يقوله وضربتلكوا أكتر من مثال وبيطلع كلامنا صح في الآخر مش عايزة عاودة تكرر الكلام يعني رمضان صبح وصالح جمعة ويوسف أوباما وعدد من اللاعبين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده طيب كان معنا فيديو تاني بس عشان الوقت راح بعدها الفكرة ما يهمناش فكرة خط أحمر وخط سود ودخل في قصة الألوان ولكن احنا بقى بنتكلم في رسالة واضحة احنا فعلا ما يهمناش فكرة صحفي أو برنامج أو أي أن كان احنا بنعيش قضية ايه اللي بيعمله إسلام صادق؟ ببساطة كل موسم انتقالات زي ناس كتير جدا بتعمل على السوشيال ميديا بقول عشرين تلاتين أربعين واحد إن في مفاوضات ما بينهم وما بين النادي الأهلي والله لطشنا واحد بالصدفة حاطلع واقول إن النادي الأهلي شفته أنا قلتلكه وأنا قلت الصبق وأنا مصدري موصوق فيها طب التلاتين أربعين صفقة اللي تقال عليهم ما حصلوش هقول إن ده أنا كنت بقول بس مفاوضات هنروح لشقين ونبين لكم نموذج على ده بس كمان عايزين نعرف إن الشخص اللي دايما بيصدر أزمات للنادي الأهلي هو رأيه إيه فقضايا مهمة تخص النادي الأهلي وهل هو موضوعي ولا لا نشوف رأيي إسلام صادق في قضية القرن كما بالضبط نهبة نادي القرن لا بالضبط هي مالها نهبة نادي القرن لا والأهلي مش مالة القرن في حياتنا العرقام بتقول يعني الإختيارات من الأهل القرن ده ورس بسطائي ده ورس بسطائي يعني بص ده ده ورس بسطائي ما يشتغل منه هو نفس المنهج المعمول بيه عنده في كل القضايا النادي الأهلي مش نادي القرن ليه؟ هتقعد تقول بقى قصص وضوابط وتتكلم أو تتناش نقاش موضوعي لا أصلي الاتحاد الدولي أعلن في سنة 2000 إن النادي الأهلي مش نادي القرن إزاي؟ ده بونان على إيه؟ واستنادا لإيه؟ طبعا ما فيش معلومات مرسلة كالعادة هي فكرة إن انتماء بيغلب علي فأنا مش قادر أشوف إن النادي الأهلي نادي القرن حتى لو شرحنا المعايير والنقاط التراكمية وشرحنا أي حاجة مش حيشوف لأنه هو عنده توجه معين مش ده بس نروح كمان ونشوف رأيه في فكرة الأهلي بمن حضر ورؤيته المبعدية نطلع ونشوف الفيديو للأسف فكرة إن انت لما تصدق نفسك أحيانا من الشعرات الوهمية اللي بيتم إطلقها الأهلي بمن حضر الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع دي ليه شعارات وهمية؟ لا هي شعر وهمية شعر وهمية والكلام إنه الأهلي لازم نعلي مصلحة الأهلي فوقنا كأفراد ده كلام المسلمين يعني ما بيحصلش وقت الانتخابات بمعنى إيه؟ يعني الانتخابات اللي فاتت يعني أظهرت أن كانت الأهلي فوق الجميع ولا المصلحة الخاصة فوق الجميع طيب والأهلي بمن حضر مش فعلاً الأهلي أثبت في فترات كبيرة جداً أن مع رحيل اللاعبين بيستمر مش بتكلم على قصة عبدالله السعيد دلوقتي اللي واضح أنها أثرت سلباً؟ بصحة لدك إحنا يعني لما راحل عبدالله السعيد قلنا لك أن الأهلي هيتأثر والناس انتقدتنا وبعض طبعاً وليهم الحق جمهور النادي الأهلي وجمهور الناد زمان مش عايز كلمة سلبية على فريقه ده طبيعي الواحد بيقدر دوت لكن قلنا لك أن الأهلي سيتأثر فنياً برحيل عبدالله السعيد وتقال لك وقتها أن النادي الأهلي بمن حضر واعتقد البعض أن خطأاً أن الفوز الوهم اللي كان بيتحقق دون أداء مميز خاص به بتعودنا عليه من النادي الأهلي الجماعية في الأداء التأثير الكبير اللي تركه عبدالله السعيد الناس ما صدقتش إلا مع مرور الوقت بقى الأهلي فوق الجميع شعار وهمي رغم أنه قال لك أن النادي الأهلي فوق مصلحة أبنائه قلت له شعار وهمي عشان الانتخابات النادي الأهلي ده اللي أي حد بينجح فيه هو اللي بيشكر اللي قابله اللي الكابتن محمود الخطيب في كل رسالة كان بيبقى حريس يوجه الشكر للمهندس محمود طاهر اللي المهندس محمود طاهر بعد عدم توفيقه في الانتخابات أعلن أنه هو بيتمنى التوفيق للمجلس الحالي وأنه هو يتمنى نجاح النادي الأهلي ما شف ناس ناس بتضرب بعض داخل النادي زي ما حصل في بعض الأندية ما شفناش ناس بترفع أضايا على بعض وبتسيق لبعض وبتسيق للنادي ويتقال إن بنوعد سنين في المحاكم نتيجة الصراع على الكراسي عرفت يعني إيه النادي الأهلي فوق الجميع قال نادي الأهلي فوق الجميع أنت مش هتعرف ده ولا تحسه لأنه أنت ما تشرفتش بفكرة أنه أنت تكون أهلاوي أما رؤيتك التحليلية العبقرية في عبدالله السعيد أنه اعتقدوا واهمين أن بعض رحيل عبدالله السعيد نتيجة أداء في مطشين أنه هياخدوا بطولات وأن القصة هتمشي ولكن قلنا أنه ما فيش حاجة اسمها الأهلي بمن حضر لا الأهلي بمن حضر والنادي الأهلي هو اللي حقق بطولات وهو اللي ماشي في مسيرته وهو اللي لعب اتنين فاينال أفريقيا ولعب بعدها بطولة أفريقيا اللي حققها الأخيرة وحققها السلسية النادي الأهلي اللي كل يوم بيكتب مجد جديد وكل يوم بيكتب بطولة جديدة في الوقت اللي عبدالله السعيد من ساعة خروجه من النادي الأهلي صفر بطولات النادي بمن حضر عشان النادي الأهلي هو اللي بيضيف لأي تيشرت بتاع لاعب وهو اللي التيشرت بتاعه هو اللي بيضيف لأي حد النادي الأهلي بمن حضر وفوق الجميع معاني وحاجات صعبة جدا تفهمها والحمد لله ان انت مش قادر تفهمها هنروح بقى بعد كده لفكرة الاخبار المهتم بالكرة العالمية بيلاقي بعض الصحف وبعض الصحفيين مشهورين على مستوى العالم في فكرة الترانسفر ماركت ويبدأوا يتكلموا البريدكشن بتاعة الترانسفر ماركت زي ان انت بتتكلم لو عندك ست لعيبة او سبع لعيبة بترشحهم وبتقول ان ده حيروح هنا وده حيروح هنا غالبا مصدقيتك بتكون دايما مرتبطة بين خمسة ستة بيتحققوا حنشوف لو طبقنا المعيار ده على الصحفي الشاطر اسلام صادق حقق كام مرة اخبار صحيحة نطلع ونشوف اول فيديو انا بأكد لكم ان محمود عبد المنعم كهرباء في النادي الاهلي الموسم المقبل باذن الله من خلال جلسة اللاعب يعني اكد لطارق العشرية المدير الفني لامبي برغبته في الانتقال للاهلي الموسم المقبل محمود عبد المنعم كهرباء من المفترض ان هيعقد جلسة مع وقل جمع مدير الكرة وعلى عبد صادق رئيس جهاز الكرة بالنادي الاهلي لاتمام المفاوضات اللاعب مرتبط بعقد مع نادي امبي لمدة موسم قادم عمل جزء اللي هو بيعمله على طول ان فيه مفاوضات وفيه جلسات وبتاع عشان لو ما حصلش بعد كده يكون المفاوضات يقول ما وفقتش اختلفوا انما هو قال بأكد لكم ان كهرباء الموسم الجاية في النادي الاهلي هو في امبي هل ده حصل لا هي دي الفكرة كالعادة طول الوقت ميت خبر ميت صفقة ميت معلومة مفهومش حاجة صح بس مش ده بس تعالوا نشوف شروة اللاعبة اللي اسلام صادق اتكلم عنهم قبل كده نطلع ونشوف الفيديو النادي الاهلي لما تيت بص على مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعبين هتلاقي ان النادي الاهلي بيفاوض محمد اشرف لاعب الوسط المدافع في طلاع الجيش ومحمود حمدي الظهير المساك في طلاع الجيش ايضا راجب نبيل لاعب دجلة صلاح ريك ومهاجم انتحال الشرطة رامي ربيعة احمد حسن ميكي ابراهيم عبدالخالق وده نفس الاسماء اللي النادي زمالك يعني بيفاوض تقريبا ولا واحد جا من دول انت متخيل ولو كان باستثناء ربيعة حد جا كان هو اللي عطلع يقول شفته كام صفقة قلت ان النادي الاهلي بيفاوضها واتكلمت على المفاوضات وحصلت هي دي لعبة اسلام صادق ببساطة على فكرة كان عندنا اكتر من 20 فيديو ليك في حاجات زي دي غير اخبار كتير جدا هتحطك في حرج عشان كده فكرة الاهلي خط احمر او الاهلي خط سود اللي انت قلتها الموضوع زي ما قلنا بالالوان الموضوع بالمهنية وبالمنطق وبان المشاهد اللي قاعد قدامي ده يحترم كلامك لان انت بتتكلم بوسائق وحقائق مش فكرة ادي واللي يطلع صح صح واللي يطلع غلط غلط وكالعادة كل واحد لازم يعرف ان فيه اعلام في النادي الاهلي مش هيسمح ان يتم فيه تجاوز ضد النادي الاهلي او كذب على النادي الاهلي شكرا بكم